يا ربي معقولة في زلة هالدرجة معك حق شي بزلة كتير بس أنا برأيي خليكي عم تناضل للآخر وقص حكت شي لحجابك حتى لو اضطريتي تتركي دراسك صحيح انت شو عملتي سجلتي بالجامعة لا والله انا كمان عم استنى متلكم شوفي في زلة ما تحت بيشبه الضابط يلي اجى الصبح الضابط عزيز لما اجى سأل عنك كنت تحت وشفت وشه وهلأ صار يتطلع لهون وراح يعني شو جابوا لهون هلا؟ اكل الشباب هيك بس تعطيهم وش بيتبقوا فيكي وما عاد يحلوا عنك بس أنا ما عطيت وش لأي حد أبداً طيب لاش عم يتفتل حواليكي؟ أنا بعرفة منيح كيف خليه يروح من هون ألو خليك جاهز نزلت خالي عدلية؟ ما عليش اطلع لقدام الباب شوي؟ بنتي وين بدك تروحي بهالوقت؟ الضابط اللي اجى بنهار اجى هلا أليف يا بنتي خالي عدلية؟ بعرف انه هذا التصرف غلط بس رح اقل له كلمتين انه ما عطيت يجي لهون ولا عادي زعيش حدا لات بعدي من قدام الباب ماشي؟ أنا رح احكي معه وارجع بسرعة استغفر الله العظيم لو يرجع سيد إبراهيم وأخلص بقا؟ شو بدي يتحمل من هالبنات لأتحمل؟ شكرا المترجم للقناة 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 برأيه يلا بنتي المترجم للقناة حبيبتي طيب المترجم للقناة ألو واضح ألو برأيه برأيه هاي هاي الحلويات هاي الحلويات هاي الحلويات أستاذ أعطيه للمدام لشوفه تفضل تفضلي يا خانو صحتين وعافي يسلموا يديك صحة وهنا كري 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 لا تزعلي لأنك ما وزعتي حلوة على روح بنتك وانتي بنتي يلا كري هاي هاي إذا أجأ أصحك تنزلي لعندوها أنا مبدي أنزل باد عليك أنا بعرف كيف وقفو عند حدو يمكن لو ما الحقتيه قبل شوي كانت ضابط حكى معه عالقليلة ركيون بحاله وخلي البنت تعرف تحكي يلي بدها تحكي معه موسيقى هاي ليكو عجا ايه ايه خلص لكن انزلي رح أطل عليكي من هون أنا أساسا أنا مرح أبقى كتير رح أحكي كلمتان وبرجة ألو البنت نازلة لتحت استغل الفرصة لازم تخلص شغلك وقال لي بتعرف الضابط بيزار أول ما يروح رفيق أخدع ماشي انت ليش عم تجي لهون أنا ليت مرة قلتلك لا تلحقني ما بعرف لا الحقيقة بعرف بس لما شوفت بنسى لو سمحت أنا معلي بتعودة على هيك حكي ولا تحاول معي بنوب روح قلها الحكي لأشخاص بيفهمو قلها الحكي لخطيبتك هيك المشكلتك كيف؟ اني خاطبة لسهام يعني لو ما كنت خاطبة لسهام كنتي بتقلعيني كمان شو دخل بموضوعنا ليك إليف أنا تركتها لسهام أنا وياها مستحيل نكون لبعض بنوب وأنا شو دخلني أنا قلتلك اترك شي ولا عطيتك أمال أنا وياها مستحيل نكون لبعض بنوب أنا وياها مستحيل نكون لبعض بنوب لك حاش تتطلعي وأنتي شو دخلك؟ لك انتي شو دخلك؟ ما في غير عم تهش سئنفك بكل صغيرة وكبيرة هون انت شو قلتك علاقة؟ يلا بقى كدير زوادتوها ليك؟ أنا أجيت لأسطنبول لسبب واحد وهو إني صير دكتورة ليش الدكاترا ما بيحبوه؟ لك؟ طيب انت قللي على شو بتحبني؟ شوف أنا بنت محجبة سناني مو زبطين وكمان عنيدة كتير سهل كتير تحكي هالحكي بس كيف رح تفهمي قلمي؟ يا حضرة الضابط صدقني مرة حيجيك خير مني مشان هيك لا تعزب حالك معي ليك أنا عرفت أنه أنت إنسان صدق وقلبك نظيف بس إذا بتصير أكتر من هيك ساعة رح أغير رأيي فيك إليف بس شوي قلتي لي أعطيه لحبيبتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وommes المMusic ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر سهالة تعالي ساعدين طيب بس استني شوي رح رح نعدي للخالة عدليه واجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يلعنك حيوانك ايليس ايليس داخلك الحالي تركوا خلييني لع ايليف وطي على السيارة بنتي ليكل بان فتح دغري ليش ايامتي الدنيا؟ انا شو بيعرفني؟ ما قدرت تفتحوا وين ايليف؟ يا ربي انا انسيت البنت نهائياً وقف! عزيز اتركوا تعالوا تفرجوا وقف! عزيز اه اه لقد قوصي الشد عزيز عزيز احكي وانا انت عوبت عزيز بدل الشعك احكي شي كلمة عزيز يلا رد سيدي الوضع تلخبط كتير ما قدرت اخطفها واضطريت اني اقوص كمان قوصت البنت لا لا ما اقوص طائلة شفتها كانت عم تحكي مع شاب ولما البنت صرخت لحقني وسحب سلاحه وانا اضطريت اني اقوصه لأهرب قلتلي شاب وصف لي شكله شاب بعمري البنت كانت عم تصرخ وتناديله عزيز قلتلي عزيز طيب مات ادعي انه يموت لانه شافت طيب كيف سار هيك؟ شو بيعرفني؟ شالله يحيش مين هاد اللي تقوص؟ بعتقد انه الفئة لهاي البنت الجديدة اليف والشاب ضابط بسجاج اتصلتوا بالاسعاف شي وانا شو بيعرفني؟ احسن الشي نتصل بالشرطة وانا هيك رأيه ألو نعم شو صار بالشاب البتصاوب؟ لسه ما بعرفش فوتوا عالغرفة ان شاء الله يموت لانه شاف زلمتك قولك خبيه انت شو عم تخبصي؟ يلا روحي فورا نشوفيلي شو ضاب صرحة طيب لاش عالصبت؟ نيزار شو صاير؟ اعملي اللي بيلك عليه ولك هاد الشاب اللي تقوص بيكون ابني يا غبيه عزيز بيكون ابني انت محظوظ كتير رصاصه بس خات شئيدة بس ما هيك ضروري يشوفك دكتور مختص شكرا إليك طيب مين كان عداك الزلمة؟ انت في إلك عداك شي؟ عزيز تصاوب لما حاول ينقذني خاله لحقير تهجم علي كيف؟ لو عزيز ما لحني كان رح يخطفني انتو شو جعبكوا اللي هون؟ ما قلت كل بغرفتو؟ أنا كتير خفت عليك وأجي طلق الطمان حضرتك منيه؟ ايه الحمد لله متل اللحصان؟ يلا علاقواتكو يلا ولك روحوا من هون يلا لشوف تعرفي هداك الزلمة؟ قولي شو مشكلته معيك؟ والله ما بعرف أنا ربي حياتي ما شفته خلص لا تزعلي حالك بقرب وقت رح أعرف مين بيكون ورح ضل وراه لحتى أقدر لقيه مساء الخير أهلين مساء النور جيران اتصلوا فينا قال إنه حدث قواص ألا هيكا لتخططك لتخلصنا من البنت انت طلعت واحد قاتل ومجرم ويمكن إجرامك يسبب بيقتل ابنك كمان وأنا شو بيعرفني إنه هيكا رح يصير؟ يللي بعض تطلع غبي نزار بتعرف إذا بصر له شي لابني؟ صدقني أنا بعمري ما رح سامحك ما رح سامحك عم تفهم؟ يلا بصر عقلي وي مكان السكان أنا بدي روح و جيب ابني ما رح ترويق على مكان؟ عادي وحاجتك تخبيص وحاجتك تضغطي عليه لا تنسي إنه عزيز ابني أنا كمان شو وضعه؟ منيح ما فيه شي بس رصاصة خادش إيده منيح ما في شي لا تكلي يا عم رصاصة بس خادش إيده خدش بس بعتقد إنه نحنا بورطة إجت الشرطة لهن وأخدوا إفادة ابنك والصبح رح يعطيهم أوصافه وقال بده يلاحق ليلاقي هذا الولد بده يجنني أنا شو بعمل؟ أطلع من هون؟ لا خليكي مطرح مع أنت وأصحك تروحي لأي مكان أصحك تخلي حدا يشتري لسه عندك شغل كتير هناك أنا بدي أعرف كل شي عم يصير عندك أول بأول وخاصة كل خطة عم تخطيها هاي البنت اللي اسمها أليف عم تفهمي؟ نيزار أنا ما عم بفهم ابنوب إنت كيف بتفكر على شوي إبننا كان رح يروح من لنا حاش تضغط عليه أكتر بيكفي بقى إذا لزم الأمر أنا بروحه بحكي معه جلنار أنت متبع على حالك شو عم تحكي؟ يعني بفهم إنه بدك تروحي لعند هديك البندور تترجيها؟ لك أنا مستعد بيت رجع من مكان بس إبني يا عزيز ما يصر له أي شي جلنار أصحي على حالك أصحي على حالك أصحي على حالك أنا عملت اتفاقية مع قدرة فهمي ومعت في راجعة بنوب أنا عطيت كلمة وحياتنا نحنا اتنين مرتبطة بها الكلمة وهديك البند لازم نخرص منا نهائيا أتمنى تفهمي لك هديك البند ما لازم يضل لها أي أثر أمدا أصحي على حالك أصحي على حالك أصحي جزيز أصحي على سبيل أصحي محافظه يلا يا ابني انت روح على المشفى احسن طيب شو بتكون تعملوا لا تقلق انا مع البنات هلأ بقفل لبواب ليش جي سيد براهيم ما رح كون مرتاحيك رح ضل قدام الباب للصبح انتو فوتوا نام لا انا ما بقبل بهالشي معقولة تحرسنا وانت بهالحالة عزيز عنجد ما في دعاة تضل هون صدقني انا كتير عم حس بالزنب وما بعرف كيف ردلك جمالك اساسا ما ضل شي وما صار معك بسببي انا يمكن لسه رح يصير شي رح نستنى ونشوف يلا روحوا ناموا بقى تصبحوا على خير تلاقي الخير يا ابني بنت يفوتي لجوة بنت يفوتي لجوة شو نساوي بترجاك بس على قليلة خليني اسمع صوته الاحسن انت تتصلي خذي احكي معه بس اسعك تخلي انتبه قليله انك قلقاني عليه وخليه يجي عالبيت يلا قالوا ماما ابني انت وينك حبيبي ما لك منتبه عالساعة بس انا قلقت عليك شوي شو قيمت بدك ترجع عالبيت عندي شغل انتو ناموا لا تستنوني بيجي الصبح شو هلحكي لك ابني شو رح تعمل وانتبه لحالة هاي اي حالة اصدك اه انا بس اصدي اه الجو كتير بارد انت وين بدك تبقى للصبح اسألي هالسؤال لابي بكل الاحوال هو يعمل عحقني خطوة بخطوة واكيد بيعرف وين بكون تصبحي على خير اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى موسيقى